فضيحة فرنسية كما قلت ولكن ببعد عالمي بنكهة عالمية وهذه الفضيحة الثالثة تتعلق بالكنيسة في فرنسا كنيسة في فرنسا صدر تقرير يقول من أنه تم الاعتداء في تقرير يتعلق بفترة ما بين 1950 و2020 يغطي حوالي 70 سنة يقول التقرير من أنه وقع الاعتداء الجنسي على 330 ألف طفل 330 ألف من الذين لم يبلغوا 18 سنة وكانوا بشكل أو بآخر لهم ارتباط بالكنيسة كانوا يدرسون هناك كانوا يتعلمون كانوا يذهبون أحيانا في بعض يدهم هكذا كما يسمى أو غيرها بشكل أو بآخر كان عندهم علاقة بالكنيسة هؤلاء الذين القصر الذين لم يبغوا 18 سنة 330 ألف منهم 216 ألف تم الاعتداء عليهم من طرف الكليرجي بمعنى من طرف رجال الدين من رجال الدين أما البقية وهم حوالي 114 ألف يقول لك من أناس يشتغلون للكنيسة يعني من مختلف الأطياف ليشتغلوا للكنيسة لكن عموما فإن الاعتداءات مست 330 ألف تقرير هذا جافي 500 صفحة وهو إلابوري من طرف جهة تسما الانسرم I-N-S-E-R-M و جهة أخرى تسما le H-E-S-S l'école des autres études l'école des autres études en sciences sociales يقول لك بالاسم تقرير sociologie des violences sexuelles و سنة الإجليزة الكاثوليكة في فرنسة 1950-2020 سوسيولوجية العنف الجنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا ما بين 1950 و 2020 وهذا التقرير كان قدما أمس أمس الثلاثاء وعمل ضرجة لكنها ضرجة وكأنها يراد لها أن تكون كامنة أو خامدة لأن كثيرين في فرنسا حاولوا يغطوها طبعا جاب تكلم عليها الإعلامي لأخير لكن لم يعطيها تلك الأبعاد الحقيقية لها جهات أخرى في الخارج تكلمت وبعض أيضا بعض السياسيين بعض المناضلين بعض الأحرار بعض في فرنسا تكلموا عن الموضوع ويقولون من أن هذا التقرير في الحقيقة ستنترى بالميكانيك سيستيميك أن الاعتداءات هذه ليس كما كان يقول بعض أو يقلل منها من أنها أعمال فرضية يقوم بها بعض رجال الدين أو بعض الذين كانوا مرتبطين في الكنيسة يقول لك لا لا سيستيميك سيستيميك بمعنى ممنهجة أنها كانت ممنهجة وأن حتى أن الباب حتى أن بابا روما بابا الفاتيكان قال إنكم عار على إنسانيتنا إنكم عار يعني في تعليقه بابا الفاتيكان حس يعني هذا الزلزال كارثي على الكنيسة كارثي خاصة على الكنيسة الكاثوليكية وعموما على الكنيسة وعلى الرجال الدين المسيحيين عموما يعني لأنه هذا يعني كل الكنائس في العالم وإن كان اللي قاموا بهم الكنيسة الكاثوليكية وأساسا في فرنسا أو المرتبطين أو رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية إذن يقولوا بأن أن هذه الأعداد كارثية وأن قال لك صحيح يعترفون الفرنسيين حتى في التقرير جاء من أن العنف الجنسي ضد الأطفال أكبر ما يقع هو داخل الأسر هذا شيء بشع في الحقيقة يقع في الغرب في الغرب هناك اعتداءات جنسية كثيرا ما لا يسمع بها الناس لأعتبارات متعددة لكن من حين لآخر تتفجر بعض الفضائح وتتفجر أحيانا بشكل مفزع في السنوات الأخيرة خاصة هذه العشرين سنة تفجرت كثير من القضايا والفضائح في بعض الدول الغربية منها فضيحة كبيرة جدا صدرت في كتاب La Familia La Grande Familia تقرد كان اسمها هكذا La Grande Familia وكان لشخصية فرنسية كشفت أن زوج أمها وكان هذا من كبار القوم في فرنسا رح نكلمكم عليه كشنهار ربما أعتقد أنه عندي الكتاب كيف أنه كان يعتدي على أخوها كل ليلة تقريبا كان عمل ضجة هذا قبل سنة أو سنة ونصف في فرنسا المهم عودة إلى هذا التقرير فإن يقول لك أن التقرير هذا يعطيه طبعا 500 صفحة ما يمكنش بتلخيصها بأي حال من الأحوال لكن فقط نعطيكم بعض العنوين يقولوا من أن من أن حوالي 65% من هذه الاعتداءات كانت اعتداءات متكررة ومن أن كل رجل دين كان قام معه في المعدل بالاعتداء بالاعتداء 36 على 36 قاصر وأنهم هؤلاء رجال الدين اللي معنيين أن عددهم في حدود على الأقل الـ 5900 من أصل 114 ألف كانوا رجال دين كانوا رجال كنسيين في هذه الفترة وأنها كما قلت أنها اعتداءات ممنهجة وإذا كان هذا التقرير يتحدث عن فرنسا كما قلت ويتحدث أساسا عن فرنسا فإن الموضوع لا يتعلق بالكنيسة الكاثوليكية في فرنسا فقط بالرغم من ربما هذه هي أكبر ضربة للكنيسة الكاثوليكية في السنوات الأخيرة وعموما للكنائس العالمية الموضوع أيضا يتعلق بعدد كبير من الدول فهناك أيضا تحقيقات جرت وتجري في إيرلندا وينتظرون تحقيق كبير جدا سيصدر في الـ 2024 ولكن صدرت تقارير جزئية قبل ذلك في الولايات المتحدة أيضا وفي بلجيكا في ألمانيا في بريطانيا في هولندا في أستراليا في كندا في الشيلي في النمسا وأخيرا حتى في إسبانيا إسبانيا الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا قاومت بشدة أن يكون هناك تقارير في هذه الاعتداءات الجنسية على القصر نحن لا نتحدث على كل الاعتداءات الجنسية نتحدث هنا على الأطفال الشيء الغريف في الأمر هو أنه قال لك أنه لحد الآن لم يصدر أي تنديد حقيقي من كبار الساسة الفرنسي الرسمية بل أنه اليوم صرح صرح أحد كبار القصاوسة قال لهم اسمعوا مليحة العبارة السيكري لأن هذا الكلام يقول في بلد يعتبر لا ريبيبليك هي الآله هي الإله كل شيء في فرنسا هو لا ريبيبليك لا ريبيبليك لا ريبيبليك لا لاي سيتي لا ريبيبليك كل شيء مبني على هذا إلى درجة أن لا ريبيبليك لا ريبيبليك لايك لا ريبيبليك فرنسيز هذا هو المقدس عندهم وهو قوانين الجمهورية وكل شيء باسم قوانين الجمهورية وقوانين لا لاي سيتي لكن وجدنا أحد كبار رجال الدين في فرنسا يقول لهم إنه أقوى أن سرية العقيدة هنا ربما نترجمها بالعقيدة أو بالمذهب أقوى من قوانين الجمهورية تخيلوا لو أن مسلم أو غير مسلم ما عدا اليهود اللي عندهم استثناءات يقدروا يقولوا لكن تخيلوا أن مسلم أو غير مسلم بوذي هندوسي صيني منش عارف يقول بأن عقيدة أو مذهبه هو فوق قوانين الجمهورية في بلد أحيانا يطرد طرد كثير من الآئمة لمجرد أنه قالوا لهم أراكم قلتوا كلام يعاكس قوانين الجمهورية حتى لو كان ما يكونوا شقالوه أو حتى لو كان يكون الفهم خاطئ وعداد الآئمة طردوا بلا حدود وآخرين حتى مش آئمة حتى ناس عاديين لكن نشوفوا واقعة وقعت هذه اليومين مع خباس خباس تونس يعني عادي قامت القيامة ولم تقعد ما زالت في فرنسا لكن هذا اللي صرح بهذا التعليق عجبني تعليق أحد المواقع الفرنسية قال لأن تمشن في الأشهر الماضية خاصة منذ الأعمال الإرهابية التي حدثت هناك من 2015 خاصة فما فوق تمشن حملة شيطانة على كل المسلمين يعني لم يفرقوا ما بين أناس عنيفين تبنوا أو لبسوا لباس الإسلام وقاموا بعمليات إجرامية ماتوا فيها مدنيين وبين المسلمين فكانت شيطانة المسلمين بشكل رهيب جدا طبعا كان حتى بعض المسلمين اللي ما عندوش علاقة بالإسلام كعقيدة يعني هو عن مسلم كيلتير المو يعني مسلم من ناحية أنه ولد مسلما لكن مع ذلك كثيرين دفعوا الثمن ونعرف أن نخرج قانون يسمى للسيباراتيزم إسلاميست وهذه القوانين صحيح هما يعطوه اسم الإسلاميست بمعنى الإسلاموية إذا شئنا لكن هو المقصود به في النهاية في العمق مقصود به الإسلام وكثيرين من الساسة الفرنسيين لم يعودوا حتى يردوا يقول لك الإسلاميزم أو يقول لك الإسلام مباشرة إسلام يعني تهجم على دين أنت أكثر من مليار وسبعمائة مليون شخص بينما يخرج رجل دين مسيحي وبعد فضيحة عالمية تتعلق بثلثمائة وثلاثين ألف قاصر تم الاعتداء عليهم جنسيا يخرج ويقول لك بللي لسكر دلا كونفيسيون هذا موقع فرنسي يعني ميديا بارت كيف صدر قانون القوانين ضد المسلمين وقوانين البروجيديو السيباراتيزم إلى آخره وليتبنى دارمانين ووزير داخلية ووزيره أخرى وشفنا حتى ماكرون كيف هاجم النبي الكاتيرات إلى آخره لكن عندما يخرج قس أو مسؤول ديني في الكنيسة الكاثوليكية ويقول أن عقيدتهم فوق القواري الجمهورية يقول لك لم نسمع أي رد من كبار الساسة كبار المسؤولين هذا طبعا فرنسيين هم اللي قالوا هذا الكلام للأسف بعض بني جلدتنا عندما تتحدث معهم هاكذا يقول لك آه رك تتحدث في الدين هذا ما وش قضية حديث في الدين هذا حديث في الحياة اليومية وفي السياسة وفي ما نعانيه وفي ما يعانيه الناس لأن كل شيء متداخل والقضية هنا ولذلك في الحقيقة أن هذا التقرير الذي صدر لديهم الشجاعة أنهم أصدروا هذا التقرير صحيح لأن هناك معركة ما بين العلمانيين وما بين المسيحيين المتدينين أو على الأقل المسيحيين لأن الأغلبية ربما الآن تتجه لأنها ملحدة في فرنسا بالذات ولكن هناك صراع بين الملاحدة وما بين المتدينين حتى في فرنسا وأن ربما هذا التقرير يكون غذاته ربما تكون غذاته بعض النفسية المعادية للدين المسيحي أو للدين عموما لكن في النهاية جاءوا بتقرير وبتفاصيل وبدقائق وهذا تم لسنوات فهذا إذن القضية ليست هنا قد عندها علاقة بالدين أو بالإسلام بذاته أو بالمسيحية بذاتها وإنما بمعارك يومية حقيقية على الأرض وتعني الناس بشكل أو بشكل أو بآخر سوى المتدين أو غير المتدين لكن هذه في الحقيقة هي ضربة شديدة وعنيفة جدا جدا وهي على مستوى عالمي وإن كانت بدأت الآن أو هذه ليست بدأت هذا موضوع متراكم لكنه هذا التقرير هو الأخطر لحد الآن ومس بهذه الطريقة عدد رهيب جدا طبعا كان صدر التقارير أخرى فيما يتعلق بهذه الاعتداءات ولكن أيضا كان صدر التقارير أخرى بأشكال مختلفة حتى بقضية حتى بقضية تهريب الأموال وفي الفاتيكان حتى الفاتيكان كان مرت عليه كثير من الفضايح لزلزلات وزلزال شديد حقيقة لكن بكل تأكيد أن هذا ضرب للكنيسة عموما وخاصة للكنيسة الكاثوليكية وعلى ذكر التونسي أخونا هذا التونسي خلينا نوري لكم صورة نتعو الشعر التليفون هذا موجود هنا التونسي هذا اسمه مكرم العكروت خلينا نوري لكم الصورة نتعو ممكن تنطق ونكرم العكروت هو هذا كرم العكروت هو هذا هذا كان فاز في مسابقة يدروها تقريبا سنويا على أفضل باقيت يعني أفضل باقيت من هو أفضل خباس في فرنسا ويتنافسوا فيها طبعا فرنسا مشهورة بصناعة الحلويات والخبز وكل سنة تقريبا هناك حفل تسليم جائزة لأفضل باقيت يصنع ويصبح لحصل هذه الجائزة يصبح هو خباز الرئيس يعني كتقليد في فرنسا وكان فاز فيها أخونا هذا مكرم أو مكرم العكروت ولكن مباشرة بدل يمين المتطرف في المهاجمة الشديدة نتعو وراحوا للفيسبوك نتعو وقالوا من أنه نشر على الفيسبوك نتعو أشياء معادية لفرنسا وأنه يناصر الإسلام وأنه يناصر المسلمين إلى آخر وفي الرد نتعو وقالت المحامي أنه في الحقيقة هو كان عمال شير من البرتاج يعني لبعض بعض ما نشر على الفيسبوك وأنه ليس شرطا كان يعرف بالضبط ما هو في المضمون لكن ليس بتلك مع أنه فرنسي وحاصة على الجنسية الفرنسية ويقيم في فرنسا منذ 19 سنة عمره 42 سنة هو ويقيم في الفلارونديسمن ويشتغل في الفلارونديسمن دوزيامارونديسمن مع ذلك شنوا لحملة عنيفة جدا جدا إلى درجة أنه هو الفائز الأول واضطر أنه لا يحضرش لهذه لتوزيع الجوائز هذا إذا ما نحوش من عنده الجائزة هذا خباز خباز ومفروض أنه في دولة حرية التعبير المفروض أنه فيه المفروض يعني لو كان جاء هذا في بريطانيا أو في الولايات المتحدة أو لن يكون لن يعمل ضجع لأن الناس هنا عنده حرية التعبير حتى لو كان يكون عنده مواقف المهم أنها ليست مواقف تدعو إلى العنف أو مواقف إجرامية أو مباشرة لكن الناس عندها أراح كان ما يكونش ما لن يثير أي جدل وحتى لو يثير جدل سيكون جدل هامشي بمعنى أنه ما يدخلش للمينسترين كما يسمى ما يدخلش للإطار العام للإعلام لكن في فرنسا الأمور لا تنضي كذلك ولذلك كتبت الگاردين أو الگواردين هذه كانت مرة تنتقوها بالگاردين أو بالگواردين الگاردين كتبت مقال قالت على العالم أن ينتبه لما يجري في فرنسا أن هناك تطرف شديد وأنهم فيه شيطن للآخر وفيه لغاء للآخر خاصة للمسلمين وقالت أيضاً أن هذا تشدد وهذه الشيطنة ستنعكس سلباً على بريطانيا وستنعكس سلباً على دول أوروبية أخرى وربما ستخلق تشدد من جهة أخرى إضافة إلى طبعاً فرنسا لديها مشاكل مع بريطانيا تكبر كل يوم آخر هذه المشاكل أو من بين اللي ربما شديدة هو هذه المعركة على قضية الصيد لدرجة أن فرنسا تريد أن تعاقب بريطانيا وتعاقبها عقاب شديد لأن البريطانيين في موضوع الصيد يقول الفرنسيين أنهم يفضلون صيادين البريطانيين موضوع الصيد يخلق مشكلة ما بين قوتين نوويتين غربيتين جارتين وكلاهما كما يسمى عضوين في المجموعة عضو مجلس الأمن الخمسة الكبار كما يسمونهم وفقط قبل سنوات كانوا في الاتحاد الأوروبي وكانت الأمور جميلة الآن كل يوم تقريبا هناك تهجمات متبادلة ما بين الفرنسيين والبريطانيين الساسة خاصة الإعلام البريطاني هو إعلام في الغالب متزن إذا ما استثنينا الجرائد الصفراء أو الجرائد هذه اللي هي في حقيقة شعبية يسموها الجرائد الصفراء إذا استثنينا هذه وخذنا الجرائد المتزنة والإعلام المتزنة عموما فتجد كلام فيه كثير من الاتزان لكن الجرائد الأخرى هذه الجرائد الشعبية في الحقيقة هي أيضا شعب هجوم كبير على فرنسا وتأتي بقضايا كثيرة الآن وكانها هجمة يعني فكرون بدول العالم الثالث والهجمات المتبادلة بينهما طبعا فرنسا لديها مشكل أكبر من موضوع الصيادين وهو مشكل الاتفاق اللي يعرف باسم أوكيس واللي فيه بريطانيا وأستراليا وأمريكا واللي شفنا قبل أسبوعين كان أيضا أحدى الضجة على المستوى العالمي وغضب فرنسي واستدعال السفيرين الفرنسي في أمريكا وفي أستراليا وتهجمات من ساسة فرنسيين على حلفائهم إلى آخر إلى آخر ترجمة نانسي قنقر